موسيقى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم و في احسن الاحوال يربي في اليوم نحشيه بخضر بحشوه جدا رائعه و هي مزينة الصغار و يحمق عليها و سهلة في تجد فجاد لم تتطلب ان تستفدر الوقت نحتاج الى سلافة سلافة بيضاء و من قوانس زيت و من قوانس الخميرة الخميرة العجينة معلقة سكار معلقة صغيرة و ملحة واحد جمعة الماسكاربون يجعل العجينة رائعة لم يكن الماسكاربون يوغورت طبيعي حليب واحد جمعة الزبدة و من قوانس نستطيع العجينة و من قوانس نضع تجد و نضع و نضع ثلاثة خيصوات 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 و هنا لدي الكروم و قطعته و قطعته كما يمكن حكي قطعته قطعته 1 300 كفة و ججر و عطرية العضية نحن نزيل الاناء و نضيف فيها البصلة و نضيف حراهيل و نحتكت الدبال و نضيف العود و نضيف العنصر اخرين و نضيفه لكراطر نضيف العنصر ثاني و نضيف العنصر ثاني و نضيف حراه و نضيف الكفلة كفلة و نضيف حراه و نضيف الكفلة و نضيف الكفلة خلقهم سمشبير فابريكا حميرا سمسات ريا سمسات رياس سمسات رياس سمسات رباء لا تشاهدون لا تشاهدون لا تشاهدون لا تشاهدون فهو في زيولي حس كالا تكون تحركتنا ويكونت بدي شواء من خضرين لا تشاهدون هنا تشاهدون سوف نشاهدون لا تشاهدون المترجم انتظر تجاه 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 من بعد نأخذ واحد الاناق سوف نشمع العناصر سوف نضيف الكفيتة و القطلة سوف نضيف الفرماج لا تشاهدون فرماج الشادر بالنسبة للعجينة فأخذتها السودة و لا تشاهدون كورية كورية سوف نشمعها بالنسبة للعجينة و جميعها بالنسبة للعجينة و نقلب لنقلب أحاول التعامل مزيان لنشاهدون حلقة تجاه فأخذتها لنقلب هذه الجنب اللي جينا هذه اللي عقدة مستطاعها مرحبا 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 نصورها حينها نزيد الفرماج مرحبا نجمع مرحبا نجمع هذا الشكل في الشكل الوريدة تقطع دواور ثلاثة وضع الدائرة تدير الحشوة الوسط و تبدأ تدوره تقسمها من الوسط يجي على الشكل الوريدة فهنا ذات الكبار و جرت الصغر هذا الفطائر ذات الكبار و جرت الصغر الصغر بالنسبة لوليدات الصغر و كبار بالنسبة لليدات الكبار كما تشوفوا مرحبا سافي من بعد نخفقهم جيد و كن نديرهم بالفنس و مرحبا نعم 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 و شكل هذا كيف تبدأ؟ و سوف نضع لدينا من الوسط سافهم بالعرب و مرحبا نعم و من ذلك سافهم و سافهم رائعين رافقتهم باحد جوجده للسلسات السلسات ندرو فيها اليوغورت طبيعي نسيد عليه شوية زيت العود نسيد عليه شوية الحامض او لان كان عندكم الخل شوية الملحة شوية الملحة لسيبولة قديرها ما كانش يعني نحكي واحدة رويس لتومة بالنسبة لهادك اللي كتبين لكم غوز لاساسة غوز فعنزت فيها شوية الهريسة والخرى خليتها كبايضة ما كانت سبنا انا ومعشبكم ورقكم تجربوهم فرندان وإلا كانت اول مرة تدخلوا عندي القناة لا تنسوش انكم تضغطو على زر الاشتراك وما تنسوش كومنتر والعجام واللي بغيتو